السلام عليكم إن لم تحقق بعد أي مبيع في أمازون كدبي أو كنت فعلا قد حققت مبيعات لكن قليلة فاليوم إن شاء الله سأريك نيتش رائع وكذلك سأريك كيف تقوم بتصميمه بكل سهولة ودون الحاجة لمهارات كبيرة إذن تابع معي أخي الفيديو لكن قبل هذا لا تنسى الضغط على إعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى دعمنا بالاشتراك إذن على بركة الله إذن إخواني النيتش الذي سوف نقوم بإشغال عليه هو تريسين بوكس فور كيدز إجس تري فايف إذن عند البحث هنا سوف يظهر لي العديد من الكتب ولاحظوا معي إخواني البسائر الخاص بهم كيف هو منخفض وبالتالي هذا يعني أن الكتب تباع بشكل منتظم وكذلك تباع بشكل كبير سأحاول أن أخذ مثلا هذا الكتاب لاحظوا معي البسائر الخاص به أقوم بالدخول إليه هذا هو الكتاب لاحظوا معي البسائر الخاص به إخواني أقوم بالبحث في هذا الموقع لأتأكد من أن الكتاب فعلا يباع ثم أقوم بالحساب لاحظوا معي إخواني هذا الكتاب يحقق شهريا 1303 مبيعات شهريا ثم 87 مبيع في اليوم تخيلوا معي إخواني لو كنت تحقق 87 مبيع في اليوم لنعتبر أن أقل شيء هو دولار واحد في المبيع إذن 87 دولار في اليوم يعني هذا الكتاب مربح جدا لذلك أقول لكم إخواني بأن هذا النيتش رغم أن المنافسة فيه تبدو متوسطة إلا أنه يمكنكم تحقيق مبيعات كبيرة منه لأن الطلب عليه كبير وكبير جدا إذن الهدف من هذا الفيديو هو أن أريكم النيتش أولا وهذا النيتش مربح جدا ثم الخطوة الثانية أريكم طريقة إنشاء هذا النيتش لأني أعلم بأن العديد من الأصدقاء رغم أنك تعطيه النيتش المربح إلا أنه لا يستطيع إنشاء المحتوي الداخلي لكن إن شاء الله في هذا الفيديو سأريكم طريقتين طريقة مجانية وطريقة مدفوعة لكن بمبلغ زهيد جدا فالطريقة الأولى والمجانية والتي سأقوم بالتركيز عليها في الفيديو سأريكم طريقة إنشاء هذه الصفحات وتصميمها من الصفحة بالاعتماد على البوربوان وكذلك الاعتماد على كانفا أما الطريقة المدفوعة فهي سهلة جدا ما عليكم سوى الذهاب إلى هذا الموقع الرائع كرياتي فابريكا الغني عن كل تعريف صراحة هذا الموقع رائع ورائع جدا يعطيك العديد من الامتيازات العديد من الصور العديد من المحتويات والعديد من الخطوط والجميل هو أن كل هذه الامتيازات سوف تستفيد منها بدولار واحد للشهر ما عليك سوى الدخول إلى وصف الفيديو والبحث هنا ستجد رابط هذا الاشتراك عند الدخول إلى هذا الرابط قم بالنزول هكذا إلى الأسفل سوف تظهر لك هذه الأيقونة قم بالدخول إليها بعدها هنا يمكنكم الدفع عن طريق البايبال أو الدفع عن طريق الماستر كارد الخاصة بكم فلاحظوا الاشتراك إخواني هو 19 دولار للشهر لكن عند الدخول من هذا الرابط سوف يقوم الكوبون بتخفيض 18 دولار وسيبقى لكم الاشتراك بواحد دولار فقط ويمكنكم الاستفادة من جميع هذه الامتيازات التي تقدمها لنا كرياتي فابريكا وبعدها تقومون بأخذ العنوان الخاص بالكتاب مثلا كما تلاحظون هنا إخواني ثم أقوم بالذهاب إلى كرياتي فابريكا أقوم بنسخه هنا ثم بعدها أبحث سوف يظهر لي العديد من المحتويات بدون أي صعوبة أقوم برفعها والتعديل عليها قليلا بكل سهولة وبدون أي مشكل هذه هي الطريقة المدفوعة إذن الآن سأعود إلى الطريقة المجانية والتي سأقوم بشرحها في هذا الفيديو إذن أقوم بإنشاء هذه الصفحة الأولى مثلا فما علي سوى الذهاب إلى البوربوينت كخطوة أولى ثم أأتي هنا إلى الصعيز كتب التلوين تكون دائما 8.5 في 11 إنش أقوم بالاختيار ثم بعدها أقوم بإزالة هذه الأيقونات ثم أقوم بنسخ هذه الصفحات بعدها الآن الأهم أعود الصفحة التي أريد إنشاء صفحة مثلها إذا لاحظوا معي إخواني هناك خطان متصلة وداخلها خط متقطع 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن سأقوم بإنشاء تمانية أماكن لكتابة الحروف الخاصة بي أو الأرقام بعدها أقوم بالذهاب إلى view ثم أضغط على هذه الخانة حتى أتمكن من ضبط القياسات الخاصة بي بعدها الآن سوف أختار هذا الخط هنا وهنا سأركز قليلا على الطريقة وأترككم تستمتعون بها موسيقى 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 إذن الآن انتهيت بناء الخطوة الأولى أقوم بالذهاب إلى file ثم أقوم بحفظ هذه الصورة بصيغة jpg موسيقى موسيقى الآن أقوم بالذهاب إلى canva بعدها أأتي هنا إلى create and design ثم أقوم بتحديد القياسات الخاصة بي أختار هنا الـ inch هو البوس باللغة الفرنسية إن كنتم تستخدمون canva باللغة الإنجليزية ستجدونها inch ثم بعدها سأختار 8.5 في 11 ثم create and design الآن أقوم بالعودة إلى صفحة المكتب ثم بعدها أقوم بأخذ الصورة التي قمت بإنشائها سابقا وأتركها فوق الـ platform أقوم بضبط الصورة لكي تتناسق مع التمبليت الخاصة بcanva هكذا كما تشاهدون إخواني ثم الآن بعدها أذهب إلى الخطوط وأختار هذا الخط canva student سوف يظهر لي خطان canva student font ثم canva student font dot يعني هذا الخط الأول سوف يكون متصل والخط الثاني سيكون متقطع إذن سأعود إلى الكتاب الذي أريد أن أقوم بنسخه لاحظوا معي هنا إخواني أختار الحرف A majuscule ثم بعدها قموا بـ ctrl c ctrl v نسخ ولسخ هذا الحرف بعدها أختار اللون أن يكون أقل شفافية من اللون أخر كما تلاحظون في هذا الكتاب A الأولى تكون بشكل واضح والتانية تكون بشكل أقل وضوحا ثم أقوم بنسخه ctrl c ctrl v أقوم باحترام المسافة بين الحرف والآخر أقوم بـ ctrl c ctrl v من جديد إذن هكذا انتهينا ثم بعدها أقوم بنزول ثم أقوم كذلك بنسخه هكذا أفضل ثم الخط الذي يليه والآخر أتركهم فارغين أنا في حالة سأقوم بالتعديل وسأختار الخط الآخر هكذا أفضل ثم الصف الرابع أتركه فارغا إذن بالنسبة للطفل طريقة كتابته لهذا الحرف ستكون بسيطة سوف يقوم باتباع الحروف التي تظهر بلون باهت ثم بعدها سوف يقوم باتباع النقاط حتى يكمل كتابة الحرف ثم بعدها في الخانة الرابعة سوف يقوم بكتابة الحرف لوحده وبهذا يكون هناك تدرج وطريقة جميلة ليتعلم الطفل طريقة كتابة الحروف وكذلك الأرقام إذن هكذا وكذلك إخواني انتهيت من تصميم هذه الصفحة فلن تستغرقوا أكثر من دقيقة في إنشاء الصفحة الواحدة وبالتالي في أقل من عشر دقيقة تكون قد إنشأتم محتوى الكتاب الأكثر طلبا في أمازون كدبي إذن إخواني في هذا الفيديو تمكننا من معرفة طريقة إنشاء هذه النوعية من الكتب وبعدها إخواني يمكنكم أنتم إضافة أي شيء تريدون إضافة على هذا المحتوى وكذلك يمكنكم إنشاء أي محتوى آخر بطرق سهلة جدا ومجانية بالاعتماد على البوربونت وكانفا أنا فقط قمت بتوضيح الفكرة ويمكنكم أنتم أن تبدعوا وتقوموا بإنشاء محتويات أفضل وأجمل من هذا المحتوى إذن إخواني كان هذا بشرح اليوم بسيط جدا إن أعجبكم في فيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه أو زارك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول